اشتركوا في القناة المؤيسات وده موضوع حلقتنا النهاردة بالباب الخاص بالمؤيسات اللي هو باب السادس خلال دراستنا ليه الباب السادس هنعرف مع بعض المؤيسات اللي احنا بنعملها علشان اعمل اي مشروع علشان امسك اي شغلانة هعملها ازاي اعمل المؤيسة بتاعتها ازاي مثلا انا داخل على ورشة او منشأة او مبنى جديد هعمل له المؤيسة بتاعته المؤيسة اللي هعملها عناصر التكاليف بتاعتها ايه التالف اللي ممكن يحصل نسب التالف اللي ممكن تحصل أي التالف اللي مسموح بي وإيه اللي مش مسموح بي كمان ممكن أعرف العناصر اللي موجودة داخل المؤيسة المعاملات اللي موجودة داخل المؤيسة المفروض المؤيسة اللي هعملها لو هي مؤيسة شقة أو كبل مثلا الشقة دي فيها كم دائرة إنارة فيها كم دائرة برائز أنواع الأحمال اللي موجودة لو هي ورشة صغيرة مثلا القدرة اللي داخلها إيه فيها أحمال إنارة ولقى فيها أحمال سلسية الأوجو كل ده لازم أحسب له القدرة في الأول وده اللي هنشوفه مع بعض وإحنا شغالين في المؤيسات أول حاجة هنتكلم عنها مع بعض اللي هي عناصر المؤيسات تعال مع بعض نبص كده على عناصر المؤيسات اللي موجودة معنا ونشوف عناصر المؤيسات عندي ده أول حاجة اللي هي مقابل عناصر المخاطرة أو مقابل اللي هو نتيجة نتيجة متعلقات السوق ده بيبقى حاجة خاصة بالسوق ومتعلقات السوق والمخاطرة في السوق دي بتبقى عنصر مهم من عناصر المؤيسات العنصر التاني اللي هو إضافة الضرائب تمام؟ إضافة الضرائب والعنصر التالت اللي هو المصروفات العامة إضافة الضرائب والمصروفات العامة وعنصر المخاطرة إحنا نبص عليهم في تعريف كل واحد كده ونقول تعالوا كده نشوف مع بعض بيقول لي لكل عملية إنتاجية اللي هو في مقابل عناصر المخاطرة بيقول لي لكل عملية إنتاجية لابد وأن يصاحبها فقد أو تلف في بعض الوحدات الانتاجية أي شغل أنت هتعمله في المنتج اللي أنت بتعمله أكيد في قطعة أو اتنين ممكن أو عدد معين يحصل له تلف الوحدات المفقودة في بعض الوحدات الانتاجية الوحدات المفقودة دي ليس لها قيمة بيعية لكونها غير ملموسة أما الوحدات التالفة فقد تكون لها قيمة بيعية طيب إضافة الضرائب بإضافة الضرائب الدريبة دي بتفرد الدريبة العامة على المبيعات على السلعة المصنعة المحلية والمستوردة ويكون سعر الدريبة على المبيعات 10% واخد بالك من النسبة دي أن سعر دريبة المبيعات 10% دي ق Gulناها في الباب الخامس باب التكاليف ويبنقولها تاني في باب المؤيثات علشان نحن بنعمل المؤيثة لازم هتعمل انت حاجة زي الفطورة علشان تطلع التكلفة النهائية للمؤيثة بتاعتك جيم مصرفات عامة المصرفات العامة دي اللي هي المصرفات التي يتم صرفها في الدعاية والإعلان لترويج المنتج وما يتم صرفه في العلاقات العامة ويتم اعتبرها من المصاريف الغير مباشرة السبتة يعني قلنا الكلام ده قلناه برضو في أنواع التكاليف قلنا تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تكاليف سابتة ومتغيرة قلنا في كلمنا ساعتها وقلنا أن فيه تكاليف مرنة تتغير حسب تغير كمية الإنتاج وفيه تكاليف غير مرنة ما بتتغيرش مهما تغيرت كمية الإنتاج طيب بعد كده نشوف مستويات الفحص مستويات الفحص عندي أربع مستويات هنشوف منهم اتنين في الشريحة دي ونشوف اتنين في الشريحة التانية مستويات الفحص دي بيقول لي أنه فحص الوحدات يكون في بداية المرحلة أو فحص الوحدات في بداية المرحلة رقم واحد ده اللي هو الفحص اللي بيتعلق بالوحدات المنتجة من بداية الانتاج تمام؟ ويكون مستوى إتمام الوحدات التالفة صفر يعني في الحالة دي أنا باخد المنتج من بداية تصنيعه من خط الانتاج من الأول وأعمل عمليات الفحص مستمرة ليه من بداية المرحلة تمام؟ مع جميع عناصر التكليف يعني الصفر ده بيبقى من جميع عناصر التكليف ما بيبقاش فيه أي تالف أو أي عناصر مهضرة نمرة 2 الفحص المستمر هذا الفحص يتعلق بمتابعة الوحدات المنتجة بشكل مستمر أثناء الإنتاج ويكون مستوى إتمام الوحدات التالفة متفق عليه بيبقى متفق عليه المورد أو المصنع والمستورد اللي هو بيبقى 50% من تكليف التشغيل عندي رقم 3 فحص الوحدات عند مستوى معين ده بيبقى عند حد معين من التشغيل أو بيتم فحص الوحدات عند وصلها إلى مستوى معين بيبقى متفق أن الفحص ده هيتم بعد تخطي مستوى معين من الإنتاج للتأكد من سلامتها أو تلفها ويكون مستوى الإتمام هو نفس مستوى الفحص يعني النسب اللي انت هتفحصها هي مستوى الإتمام بتاعها هي نفس النسب بتاعت مستوى الإتمام اللي هيطلع منها تالف يبقى المنتج كله غير مقبول رقم أربعة فحص الوحدات في نهاية المرحلة وده بيضطريني أن أنا أفحص 100% من العناصر الموردة تمام؟ في الحالة دي أنا أفحص 100% كل المنتجات اللي جات لي بيبقى هذا الفحص يكون عادة عند إتمام الوحدات داخل المرحلة ويكون مستوى الفحص 100% من كل عناصر التكاليف تمام كده؟ دي كده عناصر التكاليف اللي موجودة عندنا أنواع التالف التالف دوت أنا عندي نوعين من التلف أو نوعين من التالف اللي موجود عندي في المنتجات اللي أنا هفحص يعني إيه نوعين؟ قال لي أن النوع الأولاني تالف أو فاقد وفيه النوع التاني تالف أو فاقد غير مسموح بي تمام كده؟ النوعين عكس بعضه تماماً لأنه فيه نوع مسموح بي ولازم هيحصل تمام وفي نوع غير مسموح بي مش مسموح انه يبقى فيه تالف تعال نشوف كده مع بعض النوع الاول ده بيقول لي تالف او فاقد مسموح بي هو الذي لا يمكن تجنبه او تفديه الذي لا يمكن تجنبه او تفديه تمام طيب وهو من طبيعة العملاء الانتاجية وتكلفته تكون جزء من تكلفة الانتاج تكلفته تكون جزء من تكلفة الانتاج تعال نشوف بقى النوع التاني اللي هو الفاقد الغير مسموح بي او التالف الغير مسموح بي قال لي انه النوع دوت هو الفاقد الذي يفترض عدم حدوثه او عدم تكراره يفترض عدم حدوثه او عدم تكراره يعني المفروض ما يحصلش ده تالف المفروض ما يحصلش ويمثل الوحدات التالفة التي تزيد عن التالف المسموح بي ويمثل الوحدات التالفة التي تزيد عن التالف المسموح بي يعني لو التالف المسموح بي كان نسبة معينة محددة 10% مثلا أو 5% أو 1% من كمية الإنتاج يبقى اللي يزيد عن الـ 1% ده تالف غير مسموح بي اتفقنا كده عن النسبة المحددة للتالف المسموح بي هو ده تالف غير مسموح بي طيب نبص نكمل كده مع بعض يبقى وتكلفة هذا التالف يتعلق في حساب الأرباح والخسائر تمام؟ يبقى التكلفة التالف الغير مسموح بي ده بتتعلق بحساب الأرباح والخسائر تمام؟ نشوف مع بعض كده نكمل تاني الشروط الواجب توفرها عند تصميم التغذية الرئيسية أو الفرعية للمبنى الشروط دي ايه بقى؟ الشروط دي ات أنا عندي فيه شروط فنية تمام؟ وفيه شروط عامة فيه شروط فنية وفيه شروط عامة الشروط العامة هي ايه؟ تعالوا نبص كده مع بعض ناخد الشروط العامة الأول وعندي رقم واحد أن تكون التغذية من نقطة متوسطة للأحمال يعني ايه؟ يعني التغذية اللي جاية لي من الشارع من بره أو من محطة التغذية أو من المحول اللي جايب لي التغذية للمصنع بتاعي أو للمنشاقة الصناعية بتاعتي ما جيبش الكابل اللي جاي من ما رحش أجيب الكابل بقى اللي جاي من التغذية من بره من اللوحة أو من المحول من بره أودي لآخر المصنع جوه علشان أعمل علشان أعمل ايه؟ لوحة التوزيع في آخر المصنع لا ما هو بتبقى متوسطة للأحمال يا إما في المدخل وتاخد تغذي لجوه يا إما في منتصف المصنع أو المنشأة وتبدأ توزع للأدوار العليا الماكينات والمعدات اللي موجودة عندك والأحمال اللي موجودة رقم اتنين رقم اتنين استفاء احتياجات الكهرباء من محولات ولو حتى توزيع علشان تعمل تغذية رئيسية أو فرعية لازم تشوف احتياجاتك المصنع بتاعك ده هل هيعتمد على الطاقة الكهربية أو التغذية الكهربية اللي جاياله من المنطقة أو من الشارع زيه زي المنازل والحاجات دي انت هتشتغل جهد عالي بقى وضغط عالي وهي محتاج وحدة تغذية لوحدك بحيث ان هي تكفي احتياجات المصنع بتاعك ده المفروض اللي هو اسمه استفاء احتياجات الكهرباء من محولات ولوحات توزيع رقم ثلاثة الحصول على موافقة الجهات المسؤولة عن الكهرباء طب هو انت عشان تجيب محول مش هتروح طبعا تجيب محول محول الكهرباء وتحطه في المنشأة بتاعتك كده بدون موافقة مين بدون موافقة الجهة المسؤولة او شبكة الكهرباء لوحة توزيع اللي موجودة عندك مش هتعمل غرفة توزيع او لوحة توزيع اللي هي بتبقى غرفة كبيرة مش هتروح تعملها انت بدون موافقة الجهة المسؤولة او جهة شركات الكهرباء تمام ثانيا الشروط الفنية تعالوا بقى نشوف الشروط الفنية بيقول لي يجب ان يحكم جميع التركيبات الكهربية قاطع عمومي لفصل الطيار الكهربي عند اللزوم يعني المفروض في اللوحة اللي انت بتعملها بيبقى فيه قاطع رئيسي هو اللي بيفصل ويوصل التغذية عن اللوحة دي ومن خلال اللوحة بيكون فيه قواطع فرعية تانية بتوزع للأحمال اللي موجودة عندك وده اللي بنشوفه في المعمل عندك في المدرسة في الورشة في المدرسة في القسم بيبقى فيه اللوحة فيها قاطع رئيسي من تحت قاطع رئيسي ده بمجرد ما بتشغله بيبقى الطيار وصل لجميع القواطع الفرعية تروح انت تشغل القاطع الفرعي يقوم يوصل للحمل اللي هو متركب عليه تمام؟ طيب بعد كده يجب أن تكون القواطع والمصرات صناعية أو صلاسية حسب عدد الأقطاب يعني إيه؟ لو أنت شغال وجه واحد فالمصرات اللي عندك بتبقى مزدوجة أو صناعية يعني بتمسك الفردتين الفازتين الـ L والـ N أو بتمسك الـ L1 و L2 و L3 لو أنت شغال صلاسي إيه الأول ده بالنسبة للقواطع والمفاتيح والمصرات رقم 3 ده خاص أو نقطة خاصة بيحذر بقى إيه؟ بيقولك يحذر في جميع الأحوال تركيب المصرات على خط التعادل ودي نقطة مهمة قوي أن خط التعادل أن يطرل ما بيركبش عليه مصهر خد بالك من النقطة دي ما بيركبش عليه أي مصهر خطوات تصميم مشروع للتمديدات الكهربية للمبنى أول حاجة علشان أعمل عشان أعمل مشروع مبنى أو منشأة صناعية أو مشروع خاص بي علشان أعمل المشروع دوت لازم هبدور على حاجات مهمة قوي أو شوية حاجات كده أو شوية نقطة معدة عناصر لازم نتكلم فيها ونحددها مع بعض رقم واحد تقدير الأحمال على المساحة المطلوبة تمام؟ تقدير الأحمال على أساس المساحة المطلوب توصيل الطيارة الكهربية إليها ونوع الإسكان يعني الإسكان اللي لو أنت شغال فيه شؤة أو مثلا المؤيسة اللي أنت هتعملها أو المشروع اللي أنت هتعمله ده بتعمل شقة أو هتعمل تغذية كهربية لشقة هل هي إسكان اقتصادي أو إسكان متوسط أو إسكان فاخر على حسب الفعلي يعني عشان تحسب الحساب الفعلي بقى للحمل بتاعك تمام؟ فلأنه نوع الإسكان بيختلف طبعا في عملية التمديدات الكهربية وهل هيحتاج تكيف ولا لأ أنواع الإضاءة أحمال الإضاءة قيمتها قد إيه الكلام ده كله تمام؟ رقم اتنين رقم اتنين عندي بيقولي تحديد القدرات اللازمة لتشغيل الأجهزة ذات الاستعمال العام زي طلمباط والمصاعد زي اللي هي مواتير المية والأسانسيرات المصاعد يعني رقم تلاتة بيحدد أو يتم تحديد مكان دخول الطيار للمبنى وطريقة صعود الطيار للأدوار العليا وده زي ما قلتلك أنه المفروض أن كابل التغذية اللي جاي بيتوسط المنشأة أو يتوسط الأحمال ما روحش أدخل كابل التغذية ده لآخر المبنى وأبدأ أروح أوزع طبعا أنا استهلكت خدت إيه موصل كتير يعني كابل كبير ما كانش لي لازمة أن أنا أستخدم الكلام ده فما وفرتش في تمن الكابل ما وفرتش في الكابل نفسه الفقد ممكن يبقى كبير الكلام ده يبقى يحدد دخول أو مكان دخول الطيار للمبنى وطريقة صعود الطيار الكهرابي للأدوار العليا تمام؟ كما يحدد الجهد ومكان وضع اللوحات الرئيسية والعدادات الكهرباء رقم أربعة حساب الأحمال الخاصة بكل لوحة حساب الأحمال الخاصة بكل لوحة لما هتيجي تأسس لوحة التوزيع لوحة التوزيع دي هل أنت هتشغلها سلسية الأورو ولا هتشغل وجه واحد هل أنت هتشغلها على الماكينات والمعدات ولا هتشغلها على أحمال الإنارة ده تفرق تمام؟ طيب رقم خمسة بعد كده هنشوف أنه بيبقى لازم أعمل تخطيط أحادي المصار اللي هو الدرجة الخطية يعني لمصار الطيار يبين فيه لوحة التوزيع ولوحات التوصيل ولوحات الخدمة اللي هي داير رسم خطي دايرة خطية زي ما بنقول عليها تمام؟ رقم ستة تحسب مساحة مقطع كابلات التغذية ومغزيات أجهزة الوقاية وده كله احنا هنشوفه فيه المؤسسات اللي احنا هنعملها خد بالك يبقى تحسب مساحة مقطع كابلات التغذية ومغزيات أجهزة الوقاية تمام؟ طيب رقم سبعة رقم سبعة عندي انه يراعى عدم وضع لوحات التوزيع خد بالك يراعى عدم وضع لوحات التوزيع على مسافة تزيد عن 30 متر من موضع الحمل ليه؟ طيب طب اين حطتها على مسافة 30 متر او زادت عن 30 متر واذا زادت تستخدم موصلات ذات مقطع أكبر من المحسوب لتفادي الهبوط الشديد في نهاية الخط هبوط الجهد في نهاية الخط لان انا قلتلك من شوية قلنا انه ما ينفعش يبقى عندي مصدر التغذية اللي جاي لي جاي من الشارع وانا اخد الكبل اطول الكبل لحد اخر المصنع او المنشأة والمسافة اللي انا زودتها في الكبل دي هتعمل لي فقد في الجهد او فقد شديد في الجهد في نهاية الخط نهاية الخط عندي ما وصلت للحمل بسبب انه الكبل كان انا طولت كبل مساحة مقطعه هي المحسوبة وبقولك لو حصل وانك زودت عن التلاتين متر هتعمل ايه لازم تستخدم الصح ان احنا نستخدم بقى موصلات ذات مساحة مقطع اكبر من اللي احنا حسبناها تمام كده بحيث انه ما يقصر ليش في الجهد ويعمل هبوط شديد في الجهد طيب بعد كده يضاف باللوحة والنقطة دي مهمة قوي يضاف باللوحة 10% تترك خالية للاحتياجات المستقبلية يعني لوحة التوزيع دي بتلاقي عندك في البيت او في يعني اللوحة اللي هي موجودة عندك في الشقة وراء الباب او اللوحة بتاعت العمارة لوحة التوزيع بتاعت العمارة او في المعمل او في القسم عندك بتلاقي انه في مكان فاضي لعدة قواطع كده بيبقى فيما كاماكن فاضية في اللوح الاماكن الفاضية دي فايدتها ايه انه بعد كده لو حصل انه زودت حمل او زودت مثلا غرفة او ماكينة او معدة او آلة زودتها في المصنع او خط انتاج جديد في المصنع بحتاج له قاطع فرعي يتحكم فيه القاطع ده هيتحط فين مش هتحط الوحده هيتحط في لوحة التوزيع طب لو لوحة التوزيع انا مش عامل حساب اللي هو التوسعات المستقبلية يبقى بالتالي مش هعرف احط فيها حاجة هتطر اعمل لوحة تانية واللي بيخليني اتغاضى عن النقطة دي او افادي المشكلة دي ان انا اروح اعمل ايه هروح في اللوحة جايب مثلا بدل ما هي كانت اتناشر خط مثلا تبقى اربعتاشر ستاشر تمنتاشر المهم ايه يبقى فيه توسعات او فيه مكان ان انا احط قواطع بعد كده للتوسعات المستقبلية تمام طيب بعد كده عندي هنا مجموعة او فيه شوية جداول احنا هنشوفها دلوقتي الجداول دي هتوضح لي الكابلات او خاصة بيه الكابلات اللي هي ايه نوع الكابلات المصنوعة من النحاس زاد العازل الورقي وغلاف من الرصاص تمام دي كابلات الكابلات دي سلاسية الاوجو في منها سلاسي الموصلات وفي منها رباع الموصلات اللي هو L1 L2 L3 ومعها خط التعاد او ال N الارضي تمام الجداول دي هتفيدني في ايه انه وانا بحسب مساحة مقطع الكابلات او مساحة مقطع الموصلات حاجي طبعا مساحة المقطع الجداول دي خاصة بالكابلات مش موصلات العادية الاسلاك العادية وانت بتحسب مساحة المقطع للكبل هيطلع لك مثلا الكابل يعني رقم كده 131 مثلا او 131.5 ملي طبعا احنا قلنا بنزود منه فبناخد الاقرب اللي هو 150 مثلا لما تطلع 131 او 136 زي المقايسة اللي احنا هنشوفها فبطلع لفوق بلاقي انه هو الاعلى منه على طول 150 ملي تمام وده وده خط خط مساحة مقطع اكبر ليه علشان ما يعمليش انخفاض في الجهد او انخفاض شديد في الجهد عند نهاية الخط تمام وده كده الجداول دي هتلاقيها عندك في الكتاب هتفيدك فيه النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي دي منها تقدر تشوف مثلا يعني هنا الجهد الستة كيلو فولت الستة كيلو فولت ده بيقول لي ان التلاتة في خمسين التلاتة دي التلاتة مواصلات في الخمسين الخمسين دي عدد المواصلات اللي هي الشعيرات امبيرو ماتين وخمستاشر طول المتر طول الكابل نفسه بالمتر خمسمائة متر وزن الكابل ستة لاف ماتين وخمسين متر كيلو جرام لكل كيلو متر عندي هنا اقصى قطر للكابل ستة واربعين ملي متر تمام يبقى دي كده هيفيدني ده كده خاص بالجهد الستة كيلو فولت ده خاص الجدول اللي تحت ده خاص بالجهد العشرة كيلو فولت ودي جداول يعني بتفيدني فيه ان انا اقدر اطلع مساحة مقطع الكابل مزبوطة من الجداول دي ده جهد لحد واحد كيلو فولت وده جهد ستة كيلو فولت بس اخد دهلك بقولك ايه عند درجة حرارة خمسة وعشر درجة مئوية اهو وعند درجة حرارة خمسة وعشرين درجة مئوية يعني دي جه المواصلات او الكابلات اللي هنا بتتحمل درجة الحرارة حتى خمسة وعشرين درجة مئوية تمام طيب بعد كده هنخش على المؤيسات ندخل نتكلم في المؤيسات شوية وفيه كلمتين نقولهم مع بعض كده قبل ما نحل المؤيسات ودي لازم تحطها في اعتباراتك وانت بتحل المؤيسات اللي هي ايه رقم واحد اقرى المؤيسة كويس او تمام اقرى المؤيسة بتاعتك كويس او المؤيسات اللي موجودة عندك احنا يعني جرت العادة انه مثلا الطلبة بتحب تعرفها بايه مؤيسة الشق مؤيسة ورشة صغيرة مؤيسة مادة كبل تمام مؤيسة ورشة كبيرة مؤيسة الخمس محركات فبتبقى اتعرف المؤيسة من اسم او نوع المؤيسة او نوع المشروع اللي انا هشتغل تمام طيب ففي الحالة دي في الحالة دي انت لازم عليك ايه لازم عليك انك تقرأ المؤيسة كويس تطلع بياناتك او معطياتك كويس اوي حدد انواع دوائر اللي موجودة الدوائر الاحمال اللي موجودة في المؤيسة هل هي دوائر انارة فقط ولا دوائر انارة وبرائز يعني في دارة انارة في دارة برائز هل هي الشقة دي مثلا اوضة بس هل اوتين يعني انواع الاحمال اللي موجودة تمام لازم تعرف برضو المطلوب منك في المؤيسة هل هو عاوز يحسب التكلفة الكلية بس ولا عاوز يحسب مساحة مقطع مواصلات الإنارة ومواصلات البريز بس تمام يبقى أنت لازم تعرف أو تقرأ المؤيسة كويس وتحدد اللي مطلوب منك في المؤيسة كويس علشان تقدر تخش تحلها وانت متطمن تمام تعال مع بعض نشوف أول مؤيسة عندنا ونتكلم فيها اللي هي مؤيسة السكنية الصغيرة بيقول لي إيه في المؤيسة دي حساب التكاليف الإجمالية لعمل التركيبات الكهربية لشقة سكنية صغيرة نبص مع بعض كده على المؤيسة والبيانات اللي موجودة في المؤيسة بتاعتنا ونشوف بيقول لي بياناتها كالتالي الشقة حجرتين وصالة ومنافع السكن وتتكون خد بالك بيقولك إيه وتتكون من دائرتين إنارة ودائرتين بريز تمام كده يبقى أنا لازم علي أن أنا أشوف الدائرتين أحسب قدرتهم دائرتين الإنارة أحسب قدرتهم واشتغل على الدائرة اللي قدرتها أكبر تمام يبقى لازم علي طالما قال لي دائرتين إنارة هروح على الدائرتين أحسب القدرة بتاعت كل دائرة تمام والدائرة اللي قدرتها أكبر هي اللي هاشتغل عليها طب بالنسبة للبريز الدائرة اللي فيها عدد بريز أكبر هي اللي هاشتغل عليها برضو تمام طب ليه؟ ليه أنا بعمل كده؟ وأحسب القدرة للدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة أحسب قدرتها وأخذ الدائرة الكبيرة اللي هي قدرتها أكبر هي اللي اشتغل عليها علشان الطيار اللي هتحسبه هتتحمل طيار قد إيه علشان تقدر تحسب مساحة المقطع مساحة مقطع السلك أو المواصلات اللي أنت هتستعملها قد إيه عايز مساحة المقطع تحته قد إيه 5-4 ملي 6 ملي 2 ملي زي ما أنت هتطلع معاك وكمان علشان تعرف هتستخدم كم متر سلك بناء على طول المواسير اللي هم يدون لك في المعطيات كمان خد بالك تمام؟ نكمل مع بعض الشقة حجرتين وصالة ومنافع السكن وتتكون من دائرتين إنارة ودائرتين بريز تمام؟ دائرة الإنارة الأولى تشتمل على خد بالك بيقول لك معطيات الدائرة الأولى دائرة الإنارة الأولى تحتوي على مصابيح قدرتها 100 واط تمام؟ يبقى عندي لمبة قدرتها 100 واط ولمبة قدرتها 60 واط ولمبتين 2 في 60 زائد 4 في 100 يعني 4 لمبات قدرة الوحدة 100 واط طيب دي كده الدائرة الأولى دائرة الإنارة التانية بتشمل أو بتحتوي على مصابيح قدرتها 3 لمبات في 100 واط يعني 3 لمبات قدرة الوحدة 100 واط زائد 2 في 40 لمبتين قدرة الوحدة 40 زائد 2 في 60 زائد 3 في 100 واط تمام؟ يبقى دي دائرة الإنارة التانية ودائرة البرائز الأولى تحتوي على أو تشمل 8 برائز ودائرة البرائز التانية تشمل 5 برائز تمام؟ متوسط شدة طيار البرائزة الوحدة البرائزة الوحدة مصممة على إنها هتتحمل طيار أو هيمر فيها طيار أو هتحمل طيار 1.5 أمبير تمام؟ والكسافة التيارية خد بالك من المعطيات قوي والكسافة التيارية اللي احنا بنرمز لها بالرمز S 2.5 أمبير لكل ملي متر مربع ومعامل القدرة اللي هو الكوزين فاي 9 من 10 تأخر تغزى الشقة بجهد 220 فولت 50 هيرتز ومعامل التصحيح اللي هو بنرمز له بالCF معامل التصحيح ده بيبقى 95 من 100 وعدد مواسير الإنارة 45 مصورة خد بالك من النقطة دي قوي لأنه عدد المواسير ده هيفيدك وانت بتحسب هتحتاج طول السلك قد ايه أو كم لفة سلك انت محتاج تمام؟ وعدد مواسير البرائز 25 مصورة وأسعار الخامات اللازمة من أول هنا بقى بدأت مواسة تانية الله يعني دي مواسة تانية مستر اه اللي خد باله انه من أول هنا بيقولك ايه وأسعار الخامات اللازمة 950 جنيه وجملة أجور العمال 320 جنيه الناس اللي تشتغل اجمال الأجور بتاعتها 320 جنيه والمصاريف الغير مباشرة تقدر بنسبة 120% من أجور العمال والشاطر اللي فيكو اللي حضر او شايف المحضرة السابقة بتاعت مادة التخطيط في الباب الخامس هو فاهم يعني ايه المصاريف الغير مباشرة نسبة 120% من أجور العمال لان احنا ساعتها قلنا قلنا ايه ان المصاريف الغير مباشرة بتقدر بتقدر بنسبة 120 او 100% او 50% تمام؟ 50% من اجمال التكاليف التكاليف الأولية او من أجور العمال بتبقى 120% المطلوب المطلوب بتاعي لازم أبقى عارف المطلوب كويس علشان طالما دخلنا في أسعار خامات وجملة أجور العمال يبقى كده بقت شبه مؤرستين في بعض رقم واحد تحديد طول ومقطع أسلاك الإنارة رقم اتنين تحديد طول ومقطع أسلاك البريز رقم تلاتة عمل جدول تحديد الخامات بدون حسابها جدول أحدد له فيه الخامات المطلوبة خامات المطلوبة للمؤرسة كلها وده سهل أقدر أطلعه من الكلام اللي موجود من المعطلات اللي موجودة تمام؟ طيب رقم أربعة عمل جدول خطوات العمل اللي هو الجدول اللي أنا هنفس به الشغل بتاعي رقم خمسة جدول حساب التكاليف النهائي تمام؟ طيب نشوف كده مع بعض بص بقى معايا أنا عاوزك تتعود على حاجة في المؤرسات اللي هي إيه؟ مؤرسة زيدية أو أي مؤرسة هتقابلك رقم واحد احسب قدرة الحمل رقم واحد احسب قدرة الحمل ليه؟ بناء على حساب قدرة الحمل واللي أنت جبته منين؟ اللي أنت جبته من تحديد الأحمال أو دائرة الإنارة الأولى أو دائرة الإنارة الثانية فأنت حسبت القدرتين فبالتالي طلعت القدرة الأكبر صح كده؟ طيب يبقى حسبنا القدرة بعد كده هنجيبي الطيار الكلي اللي هيمر في الدائرة الدائرة اللي أنت حسبتها أو طيار القدرة اللي انت موجود فيه الدائرة اللي انت هتحسب لها الدائرة الأحمال اللي انت هتحسب لها تمام؟ الطائرة اللي هيمر فيها اللي هو الـ IN بعد كده هنجيبي كسافة تيارية تمام؟ كسافة تيارية تبدأ تجيبها وبعد كده تجيب مساحة مين؟ مساحة مقطع الموصل كده انت حددت مساحة مقطع الموصل خلي بالك الكلام ده هيمشي على دائرة الإنارة ودائرة البرائز تمام؟ طيب كده جدت مساحة المقطع أنا لسه عاوز أعرف أنا هستخدم سلك قد إيه يعني أنا عرفت أن أنا مسحت المقطع اللي هستخدمها ولتكن 2 ملي متر مربع تمام؟ أو 6 ملي متر مربع بالنسبة للبراز مثلا أنت محتاج تعرف هتستخدم كم لفة سلك كم متر سلك تمام؟ ده أجيبه منين؟ ده هتجيبه من العدد المواسير اللي هو قالك عليها لما أنا قلت لك خد بالك من عدد المواسير اللي بناء عليه أنت هتحدد له طول السلك اللي أنت هتستخدمه تمام؟ يبقى أول حاجة تعال نبص كده مع بعض وأول خطوة هنعملها اللي هي إيه هحسب الأحمال لدائرة الإنارة همسك دائرة الإنارة الأولى أشوف قدرتها هتبقى كام وهمسك دائرة الإنارة الثانية أشوف قدرتها هتبقى كام تمام؟ تعال نبص مع بعض كده ونشوف هنلاقي إن دائرة الإحمال هقوله هنا أولا حساب دائرة الإنارة وخلي دايما حلك منظم وكتب له كده أولا حساب دائرة الإنارة تمام؟ رقم واحد أو ألف حساب مساحة مقطع السلك إنت عاوز تحسب مساحة مقطع السلك أول حاجة هتعملها إيه؟ قدرة الدائرة الأولى قدرة الدائرة الأولى دي إحنا قلنا إن الدائرة الإنارة الأولى فيها عدة مصابيح عدة المصابيح دي كانت قدرتها إيه؟ قال لي إنه كان فيه أربع لمبات في مية تمام؟ كان فيه عندي أربع لمبات في إيه؟ في مية وكان كمان عندي أهو أربع لمبات في مية وعندي لمبتين قدرة اللامبة الوحدة 60 واط وعندي لمبة قدرتها 60 واط ولمبة قدرتها 100 واط يبقى لو جمعنا المجموع الأحمال دي كده أو المجموع المصابيح اللي موجودة قدرتها هتساوي 680 واط يبقى أنا كده جبت قدرة الدائرة الإنارة الأولى تمام؟ قدرة دائرة الإنارة الأولى طيب هاتلي القدرة التانية قدرة دائرة الإنارة التانية اجمع لي القدرات بتاعتها كانت 3 لمبات قدرة الوحدة 100 ولامبتين في 60 ولامبتين في 40 واط وتلات لمبات في 100 واط اداني مجموعهم 800 واط مين الأكبر يا فندم؟ الأكبر هي اللي لقيت دائرة الإنارة التانية 800 واط وبناء عليه نعمل إيه؟ أكتب له كده عشان أفاهمه إن أنا طالب فاهم أو طالبة فاهمة أقول له إنه إذن يتم حساب مساحة مقطع أسلاك الإنارة على أساس قدرة الإنارة الأكبر أو قدرة دائرة الإنارة الأكبر تمام؟ اللي هي قدرة الدايرة التانية اللي هي كان 800 واط تمام؟ طيب كده أنا حسبت القدرة كان من قانون القدرة تقدر أنت عاوز تحسب شدة الطيار اللي مر في الدايرة تمام؟ دائرة الإنارة التانية ال-I-N ال-I-N من قانون القدرة اللي هو كان بيقول ال-B القدرة رمزها بي بتساوي ال-V في ال-I في كوزين فاي خلي بالك أنا هنا قلت جزر 3 ولا قلت 3 لأن أنا شغال إيه؟ واجه واحد تمام؟ كلام ده هنشوف المؤيسة التانية بتاعت الكبل هتلاقينا بنحسبها على أن هي سلاسية الأوجه لأن الكابل سلاسي الأوجه تمام؟ فهنا بما أن شغال وجه واحد فالقدرة بتساوي ال-B في ال-I في كوزين فاي فأنت عاوز مين ال-I-N؟ يبقى ال-I-N اللي انت عايزه كنا عملناها طرفين فرسطين أو البيعيد على القريب آه قلنا البيعيد على القريب فبقت ال-B بتساوي ال-V على الكوزين فاي تمام؟ عوض عنها كده ال-B احنا هنا جبنا الـ 800 ليه؟ لأن الـ 800 دي هي قدرة دائرة الإنارة الأكبر اللي هي الدايرة التانية دائرة الإنارة التانية قدرتها كالـ 800 والجهد التغذية للشقة كان 220 والكوزين فاي معامل القدرة تأخر اللي هو 9 من 10 طلعت لي بـ 4 و 4 من 100 أمبير يبقى الطيار الدايرة دي هيبقى 4 و 4 من 100 أمبير تمام؟ طيب بعد كده هحسب الساعة التيارية الساعة التيارية ده اللي هو اسمه IZ ال-IZ ده بقى عبارة عن إيه؟ ال-IN اللي انت جبته طيار الدايرة اللي انت جبته على معامل التصحيح تمام؟ معامل التصحيح كان 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 من دهولة 95 من 100 صح كده؟ عوضنا عنه الـ 4 و 4 من 100 على 95 من 100 تديني كام يا جماعة برافو عليكم 24 و 24 من 100 أمبير بكده انت عملت إيه؟ حسب طيار الدايرة وحسب الساعة التيارية وبناء عليه تقدر تروح تحسب مساحة مقطع الدايرة مساحة مقطع إيه؟ سلك اللي انت هتستخدمه تمام؟ يبقى قدر أقول هنا حساب مساحة سلك الإنوارة اللي هو رمزه A يبقى أجي أقول إن ال-A تساوي ال-IZ على ال-S تمام؟ ال-IZ على ال-S عوضت عن ال-IZ هنا بـ 4 و 25 من 100 وال-S دي اللي هي كانت الكسافة التيارية اللي مدهاني في المسألة كانت 2.5 أمبير لكل ملي متر مربع تمام؟ آه دي حطيت ال-2.5 وطلعت معايا 1.7 من 10 ملي متر مربع سامع واحد شاطر كده ومركز في الكلام يقول لي هو يا مستر في عندي مساحة مقطع 1.7 من 10 أقول له ماهو احنا بنعمل إيه بناخد ال-1.7 من 10 دي نطلعها للرقم الصحيح اللي بعدها على طول تمام؟ ناخد ال-1.7 من 10 نطلعها للرقم نقربها للرقم الصحيح اللي بعدها اللي هو المفروض هيبقى كان 2 ملي متر مربع يبقى إذن يتم اختيار مساحة مقطع سلك الإنارة 2 ملي متر مربع تمام؟ هو كان ينفع أجيب 1.5 لا ماهو انت عاوز تعمل إيه توسعات مستقبلية تمام؟ افرض انت زودت لمبة كمان افرض انت زودت وحدة إنارة تانية تمام؟ يبقى السلك اللي انت جبته في تأسيسك للشقة يستحمل انك تضيف لمبة و2 كمان تمام؟ دي عشان التوسعات المستقبلية اللي احنا ممكن نعملها في الشقة تمام كده؟ طيب بعد كده انت كده عرفت ان السلك اللي انت هتستخدمه مساحة مقطعه 2 ملي متر مربع تعال بقى نحسب الطول طول السلك خلي بالك انا كده شغل الإنارة بس دلوقتي طيب طول المواسير كان بيقول لي كام في المسألة قال لي ان مواسير الإنارة 45 متر تمام؟ مواسير الإنارة كانت 45 متر الـ 45 متر دول طول المسورة الوحدة ستندر سابت 3 متر تمام؟ طول المسورة سابت 3 متر يبقى دربت 3 متر فيه الـ 45 طلعت لي 135 متر مواسير تمام؟ ده كده انا عاوز احسب انا هستخدم مواسير قدي ايه على شغل انا هستخدم سلك كم متر تمام؟ طيب بما ان المواسير طلعت 135 متر مواسير يبقى انا عندي حاجة كده المفروض الواحد يبقى فاهمها ان اي لمبة انت هتروح لها بسلكة واحدة ولا بسلكتين بسلكتين يعني المصورة دي هيمشي فيها سلكة واحدة ولا سلكتين سلكتين تمام كده يبقى هتاخد الـ 135 اللي هو طول المواسير الكل تضربه في ايه في اتنين يبقى هنا طول السلك بيساوي طول المواسير في اتنين يبقى قدرت اقول ان 135 في اتنين اداني 270 متر سلك انا كده احتاج 270 متر سلك تمام كده طيب انا كده خلصت الجزء بتاع مين الانارة دايرة الانارة انا هحتاج سلك مساحة مقطعه اتنين ملي خد بالك هحتاج سلك مساحة مقطعه كام اتنين ملي وهحتاج سلك طوله 270 متر يعني هحتاج 270 متر سلك اتنين ملي لدايرة الانارة اللي انا هعملها جزء الانارة اللي هيبقى اللمبات اللي موجود في الشق طب ندخل بقى على الجزء الخاص بالبرائز الجزء الخاص بالبرائز هنا برضو هتعملها له بقى بترتيب كده منظم برضو علشان اللي بيصحح يبقى عارف هو داخل فين بالزبط ويمشي على الأرقام يمشي على المعطلات اللي انت مدهاله اللي يبدأ يصحح عليها كويس ما يبقاش ماهوش عارف يجيب لك حاجة في الورقة هتقول له ثانيا حساب دوائر البريز حساب أول حاجة هتحسب مساحة مقطع السلك زي ما عملنا بالزبط للإنارة هتعمل ايه هتروح بتحسب مساحة مقطع السلك طيب احنا عشان نحسب مساحة مقطع السلك في الإنارة كنا بنعمل ايه جبنا القدرة وبعدين جبنا الطيار وبعدين جبنا ايه الساعة التيارية وبعدين جبنا مساحة المقطع تمام كده تعال هنا هو مش قال لك في البريز ان طيار البريزة الوحدة طيار البريزة الوحدة كان واحد ونص أمبير تمام البريزة الوحدة تشيل واحد ونص أمبير هو انت عندك كم دائرة بريز عندك دائرتين الدائرة الكبيرة كانت كام قال لك ان في دائرة بريز كان المعطى عندك في المؤرسة بيقولك أن فيه دائرة برائز فيها خمس برائز الدائرة الأولى والدائرة التانية فيها ثمان برائز يبقى أنا هشتغل على الدائرة اللي فيها عدد البرائز الأكبر اللي هي ايه ثمان برائز يبقى عدد البرائز هنا أقوله أن عدد البرائز الأكبر فيه طيار البريزة يقولي يعني تمانية في واحد ونص تديني 12 ايه تديني 12 امبير يبقى طيار البرائز أو طيار دائرة البرائز هيبقى 12 امبير تمام اللي هيمشي في السلك بتاع البرائز بعد كده أحسب له برضو تاني الآي زد اللي هو السعة التيارية للبرائز تمام الآي إن عندي إحنا قلنا إن الآي زد بيساوي إيه الآي إن اللي إحنا جبناه اللي هو الـ 12 بقى إنسى بقى اللي إنت جبته إنسى اللي إنت تطلعه إحنا دلوقتي شغالين على دائرة البرائز تمام كده فبالتالي هتعمل إيه الآي إن اللي إنت جبته 12 أمبير والسي إف سابت في المؤيسة من الدهولة كام 95 من مية يبقى طلعت معايا بـ 12.6 من عشرة 12.6 من عشرة أمبير قوعة تنسى التمييزات اللي موجودة دي تمام 12.6 من عشرة أمبير لأنه طيار طيب جبنا الإن وجبنا الإي زد أقدر أروح باستخدام الكسافة التيارية اللي هي الإس اللي كانت قيمتها 2.5 أحسب له مين مساحة المقطع لسلك البرائز وإحنا قلنا إن مساحة المقطع كانت بتساوي إيه الإي زد على مين على الإس تمام كده يعني الـ 12.6 من عشرة اللي أنت جبتها فوق على الـ 2.5 اللي هي قيمة مين الإس تديني 5.5 من مية ملي متر مربع سامع واحد بقول لي يا مستر وإحنا ليه نطلع للستة ده 5 من مية 5 من مية ملي يعني إحنا ناخدها 5 ملي متر وخلاص أقول لك لأ اعمل حساب إن أنت ممكن أنت عاملها على 8 برائز فأنت روح تجاي في العلبة دي وحطيت إن العلبة دي كلها برائز تمام؟ إحنا بنشوف ناس تحط إيه في العلبة أو في الشاسيه تحط مفتاح واحد وتحط برستين تمام؟ لأ في ناس ممكن تحط برزة واحدة فهو مصممة إن هي بقى فيها برزة واحدة إنت شلت المفتاح وحطيت برستين تمام؟ فبالتالي الأحمال زادت على السلك بتاع البرائز فبالتالي كان لازم عليك في التصميم من الأول إنك تجيب مساحة مقطع أكبر بحيث إن هي تتحمل معاك الأحمال اللي موجودة تمام؟ لأن إحنا عارفين إنه لما الحمل يزيد درجة الحرارة بتعلق وبمجرد مدارة الحرارة عالية الورنيش اللي على السلك بينهار العزل اللي على السلك بينهار فبالتالي طبقة البلاستيك بتسيح فبالتالي بيحصل القصر اللي إحنا بنشوفها أو القفلة اللي إحنا بنشوفها في البيوت تمام؟ يبقى كده وصلنا إن أنا حسبت مساحة المقطع وطلعت معايا 5 و 5 من 100 ملي متر مربع وبالتالي لازم عليك برافو تقربها لل 6 ملي متر مربع ليه؟ علشان التوسعات اللي إحنا بنقول عليها إن أنا أزود حمل بعد كده أزود برايز بعد كده تمام كده؟ يبقى أنا هنا عملت إيه؟ حددت إن مساحة المقطع 6 ملي متر مربع يبقى فاضل عندي إيه؟ أنا هستخدم كام متر سلك للبرايز افتكر في المؤيسة كان قايل لك إن عدد مواسير البرايز كان 25 مصورة واتفقنا إن طول مواسير أو طول المصورة 3 متر تمام؟ هي الاستندر بتاعها 3 متر سابت 3 متر يبقى طول المواسير للبرايز هيساوي عدد المواسير اللي هو 25 فيه 3 متر يديني 75 متر يديني 75 متر مواسير تمام كده؟ طيب في الحلقة دي أنا عرفت إن أنا هستخدم 75 متر اتفقنا إن البرايزة هيروح لها سلكة واحدة ولا اتنين زيها زي اللمبة هيروح لها سلكتين يبقى هاخد طول المواسير ده ضربه في اتنين يبقى 75 طول السلك هاستخدم سلك قد إيه بقى؟ طول السلك للبرايز هيساوي طول المواسير فيه في اتنين اللي هما الفردتين اللي داخلين يعني 75 في اتنين هتديني 150 متر يبقى أنا كده عرفت قدرت أوصل إن سلك البرايز هستخدم 150 متر سلك مساحة مقطعه كام? 6 ملي متر مربع تمام? 6 ملي متر مربع بكده أكون قدرت أحصل على مساحة المقطع ومساحة المقطع لسلك الإنارة ومساحة المقطع لسلك البرايز أعرف أنا هستخدم طول السلك قد إيه؟ طول سلك البررايز وطول سلك الإنارة تمام؟ طيب أنا خلصت كده لا أنت لسه ما خلصتش المؤرسة وخد بالك ده أنت باقي عندك فيه كذا مطلوب تاني هو أنت كده يدوب حددت له مساحة مقطع وطول سلك الإنارة ومساحة مقطع وطول سلك البرائز دول مطلوبين فاضل ثلاثة المطلوب الثالث كان بقول لك جدول الخمات تعال بقى من المؤرسة اللي عندك أنت هتستخدم إيه رسله في الجدول ده كل اللي أنت هتستخدمه المواسير اللي أنت هتستخدمها طولها كام وقطرها كام مواسير الإنارة مواسير البرائز عايز بوطات قد إيه عاوز علب مفاتيح قد إيه عاوز سلك نحاس معزول مساحة المقطع بتاعه أنت كده عندك مقطعين واحد للبرائز واحد للإنارة حط في الجدول ده كل اللي أنت هتحتاجه اللي هو إجمالي تمنه إجمالي مبلغه كام تسعمية وخمسين جنيه لأنه قال لك سعر الخمات المطلوبة تسعمية وخمسين جنيه صح كده حط في الجدول ده كل الحاجات اللي أنت هتحتاجها بما فيها اللمبات الأواعد اللمبات الدواية بتاعت اللمبة المفاتيح الشاسيهات شرية اللحام كل اللي أنت هتحتاجه لوحة التوزيع اللي أنت هتحطها ورباب الشقة هي كام خط اعمل حساب التوسعات المستقبلية المصامير البورما اللي أنت هتسبت بيها السلك الروباط سلك تقريض أضيب تقريض كل اللي أنت هتحتاجه الجبس والأسمنت حتى اللي أنت هتحتاجه علشان تسبت به العلب ولوحة التوزيع تمام؟ يبقى الجدول ده هحط فيه كل حاجة أنا هشتغل بيها تمام؟ واقول له إن إجمال المبلغ 950 جنيه تمام؟ الجدول الثاني اللي هو جدول تحليل خطوط العمل أو خطوات العمل هنا هتعمل إيه في الجدول ده هتقول له أنا بدرس حساب المؤيسة دراسة وحساب المؤيسة بحدد أماكن سر المواسير حفر أماكن الأدوات الكهربية اللي هي إيه؟ اللوحة التوزيع المفاتيح البواط علب المفاتيح علب البغايز كل اللي انت هتعمله في الشغلانة أو في مؤيستك دي أو في المهمة بتاعتك دي اكتبهله في الجدول ده اللي هي خطواتك وانت شغال تمام؟ ده كله هيتكتب فيه الجدول اللي هو بتاع تحليل خطوات العمل نيجي بقى على الجدول الأهم اللي هو عايزين نركز فيه قوي لأنه كل رقم فيه معتمد على اللي بعده تمام؟ وده الجدول اللي هيقول لي أنا هستخدم تكلفة دي ده الجدول اللي هيقول لي في الآخر أنا هطلع الرقم النهائي اللي موجود عندي شغلانتي دي كلها بأجور العمال بالخامات اللي مطلوبة بتكاليف بقى أولية تكاليف نهائية بالربح بتاعي بكل الكلام ده كله المصاريف الغير مباشرة بعد الحساب ده كله أقول أنا ها الشغلانة دي هتتكلف كامل تمام؟ أو المؤيسة دي المهمة دي هتتكلف معايا كامل تمام كده؟ الجدول ده بيعتمد على الحلقة السابقة اللي هي الباب الخامس وعناصر التكاليف ولما كنا بنتكلم عن التكاليف الأولية والمصاريف الغير مباشرة والأرباح وتكلفة الإنتاج والتكلفة الكلية مين بيسوي إيه؟ وده بيسوي ده زق ده يعني لما كنا بنتكلم عن التكاليف الأولية في الحلقة اللي فاتت قلنا إيه؟ إن هي التكاليف الأولية بتساوي لما عملنا لها مخطط بيتحرك ويمشي مع بعضه كده وكان عجبنا وقلنا إنه الناس بعتت وقالت آه قدرنا نفهم من التأسيمة والمخطط اللي حضرتك عملته طيب هنا بقى هنعمل إيه؟ قلنا إن التكاليف في الحلقة اللي فاتت قلنا إن التكاليف الأولية هي عبارة عن إجمال الأجور إجمال الأجور العمال وإجمال تمن الخامات دي التكاليف الأولية أنا هدفع أجور قد وهاشتري الخامات بكامل تمام؟ طيب نبص مع بعض كده على الجدول ده ونركز الأرقام بتيجي منين وبنعملها إزاي؟ وأنا عمل لكو أسهم كده توضح إن دزق ده يدينا الخانة اللي بعدها حاجة تسهل عليك كده اللي هي إيه؟ يعني ما نبقاش محترين الرقم ده جمنين رغم إنك مش هتحتر لو أنت ذكرت الحلقة اللي قبل دي أو الباب الرابع تمام؟ الباب الخامس هنا هنقول إيه؟ 8 الخامات هو في المسألة ميدي لك 8 الخامات بكام؟ قال لك 8 الخامات 950 جنيه قال لك 8 الخامات 950 جنيه 950 جنيه دي وأجور العمال قال لك إيه؟ أجور العمال الدهاني في المسألة وقال لي 320 جنيه طيب التكاليف الأولية دي أجيبها منين؟ الحلقة اللي فاتت والباب الخامس قلنا إن التكاليف الأولية هي عبارة عن 8 الخامات زي أجور العمال بص السهم اللي طالع ده كده هيقول لك إيه؟ اجمع اللي 2 دول يدي لك مين؟ يدي لك التكاليف الأولية تمام؟ طيب المصاريف الغير مباشرة أخد بالك هو في المسألة في المؤسس أقال لك إيه؟ إن المصاريف الغير مباشرة هي 120% من أجور العمال تمام؟ من أجور العمال نبص تاني على الجدول كده ونقول إنه إنه المصاريف الغير مباشرة هتبقى هو قال لي 120% من أجور العمال أجور العمال كانت كام؟ 320 صح كده؟ اضربها في 120 عالمية تقول لي إن هي بـ 384 جنيه طب تكلفة الإنتاج برضو اجمع لي اللي 2 دول مع بعض خد بالك أهو بص عملها لك إزاي؟ اجمع اللي 2 دول مع بعض يدي لك مين؟ تكلفة الإنتاج تمام كده؟ تكلفة الإنتاج الأرباح الأرباح دي دايماً بتبقى 10% تمام كده؟ 10% أهوة من تكلفة الإنتاج ضربتها في 10 عالمية إدتني 165 و40 إرش طيب التكلفة الكلية برضو اجمع لي اللي 2 دول تكلفة الإنتاج زائد الأرباح تدي لك التكلفة الكلية هنا هيطلب لي 819 و40 إرش ضربة المبيعات كانت كام 10% أو عتنسى ضربة المبيعات دي سابتة 10% تمام؟ من التكلفة الكلية يبقى هنا بقت بـ 181 و94 إرش التكلفة النهائية اجمع لي لـ 2 دول يعني التكلفة النهائية هنجمع لـ 2 دول بقى بص كده أهو إداني التكلفة النهائية للمؤيسة كلها اللي عندي وبكده نكون قدرنا إن إحنا خلال المؤيسة اللي إحنا عملناها قلنا لازم تركز على عدة حاجات مهمة قوي اللي هي إيه؟ أقرأ المؤيسة بتاعتي كويس أحدد المطلوب منها أعرف المعطيات أنا عندي دايرة إنارة واحدة ولا دايرتين خلي بالك إنه ممكن يجي يقولك يعني مش شرط يجيب لك المؤيسة اللي في الكتاب فهو المؤيسة اللي موجودة عندك شقة فيها مثلا غرفتين وصالة ومنافع السكن تمام؟ لأ ممكن يقولك إن هي مؤيسة شقة مكونة من غرفتين أو شقة قوضة وصالة فالمسمة ما يفرقش معاك على قد ما يفرق معاك إن أنت تشوف كم دايرة إنارة كم دايرة برائز هم دول اللي تدور عليهم اتفقنا الخطوات بتاعتنا إيه؟ بحسب قدرة دايرة الإنارة الأكبر ده لو على الإنارة الأول أنا بشتغل على الإنارة الأول وبعدين أروح على البرائز تمام؟ بعمل إيه؟ أروح أجيب قدرة الدايرة الأكبر أجمع قدرة الدايرتين وأشوف مين الأكبر فيهم وبعد كده أجيب الطيار اللي هيمشي في الدايرة دي تمام؟ وبعد كده أجيب الساعة التيارية اللي هي الآي زيد وجبت الساعة التيارية وجبت طيار الدايرة أقدر أروح أحسب مساحة المقطع ومساحة المقطع بتساوي الآي زيد اللي هي الساعة التيارية على الكسافة التيارية اللي هي الإس تمام؟ بتطلع برقم مليمتر مربع دايماً مساحة المقطع رمعنا خبالنا من وحدات القياس في الآخر ملي متر بربع لمساحة المقطع طب طلعت معاك واحد وسبعة من عشر زي ما شوفنا ما بترجعش الواحد ونص ما ترجعش للواحد لازم تطلع لقدام لفوق للرقم الأكبر الصحيح ليه؟ علشان التوسعات المستقبلية اللي هتقابلك بعد كده زودت لمبة في قوضة زودت لمبة في الطرقة الموضية للمطبخ والحمام زودت مثلاً إضاءة في الصالة كده وانت قاعد محتاج إضاءة أكبر فانت زودت إضاءة فيبقى السلك اللي انت جدته وحسب تمساحة مقطعه يتحمل معاك الإنارة اللي انت عملتها تمام كده؟ بالنسبة للطول هتحتاج سلك قديه هو في المؤرسة بيقولك ان انت عندك 45 متر موسير أنا عارف ان طول انت كطالب بتبقى عارف ان طول المسورة 3 متر ضربت 3 متر فال45 دهني 135 طول موسير 135 المسورة هيبقى ماشي فيها سلكتين رايحين لللمبة صح كده؟ أنا بلأخص لك المؤرسة هو علشان تبقى عندك الخطوات اللي هتحل بيها على طول عندك سلكتين رايحين على اللمبة يبقى المسورة داخل فئة سلكتين يبقى 135 في اتنين يديني يديني إجمالي الموسير وبكده نكون وصلنا لنهارة حلقتنا تمنياتي ليكو دميعا بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته